للأسف للأسف برضو نحن طول الوقت متعشمين في الأمور المعنوية والنفسية أكتر من الفنية متعشمين في الحكيم هي بس الكبار بيقدروا يتحكموا فيها شواء دول الولاد صغيرين دسة مهما تتكلم معهم برضو الموضوع احنا كان بيقلمنا جدا والله كريم ان العامل البيت برضو دي أساس البيت البيت طبعا أنا بقناشد يعني جميع الأبهات والأمهات انهم يخلي بالهم من الولاد في السن ده يتربوا كويس يسمعوا كلام ويسمعوا كلام المدرب ويسمع كلام المدرس ويسمع كلام البيت ويسمع كلام الجار ده مهم جدا 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 تساعد في حلقة بتتكلم على من آه ليه بيبعا ده 20 سنة 20 سنة انت بتشوفه ربا بيبعا طبعا 20 سنة انت بيبعا دفو أنديتهم في الأندية الأولى يعني بالصبت كده أنا ليه بتسامته حراك بتتكلم يعني بتسامة يعني فيها بعض الزعل إنه عشرين سنة ومازالنا نتحدث عن تربية أولياء الأمور وإزاي البيت عشرين سنة ده المفهودي يبقى محترف في أوروبا وفي أحد الأندية الكبيرة وبيلعب أساس ويلعب في دورة أبطال أوروبا إحنا دسا بنكلم عن عشرين سنة نحن أقول لك لي بك إحنا في مصر هنا بنتأخر في القرارات بمعنى إنك إنت عشرين سنة زي ما وحدك قلت كده في أوروبا يعني فيه ولد أهلي وريا المدريد نزل ثمان دقايق ليه لتنق بيدري وجافي في برشلونة واحد عنده 18 وحد عنده 17 سنة الراجل كده يمبابيه عدد 24 سنة دلوقتي وهدف تاريخ البريس سانجرمان بص حضرتك الولد بتاع ريا المدريد لما كان بلعب مع نادي الأهلي نزل الراجل رفع ثمان دقايق وقت ضايع هو نزل في دقيقة ثمانية جاب جون إيه إنته 25 في دقيقة ثمانية وخمسة وعشرين سنة يعني بعد ما نزل بخمسة وعشرين سنة جاب جون الولد ده موليد كم 2006 أنا بتكلم على أوروبا إحنا متأخرين شوية في إيه يعني مثلا تلاقي جورديولا ماسك حاصل على بطولة أوروبا وعنده 38 سنة مرتين صح كده هنا المدرب عشان تبسك مدير فن ينزل يكون عندك 70 سنة وتبقى قرع وبكرشي وبتاع عشان يبقى أنت رجل كده كبير ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش ما ينفعش عشان كده أقول لك حديدك إنت ابتسامت ليه وأنا مقدر ليه وعارف الكلام ده لأنك أنت اللعيب عنده عشرين سنة ده خلاص عنده شخصية وحياته خلاص ملك ونفسه احترافي بقى محترف إحنا لسه أنا بتكلم بقول إيه الأب وروم يتربى إحنا لسه عايزينهم يأخذوا تربية لازمة لأنه إحنا بدئين متأخر إحنا بدئين متأخر اللعيب المدربين في أوروبا 38 سنة مدرب بير ميونيخ عنده كم سنة دلوقتي 39 سنة ماسك بقى له قد إيه بقى له كم سنة ماسك سنتين لا أكثر من خمس سنين لأنه صاب في هوفنهايم قال له صاليبي معرفش يرجع خلوه مدرب في هوفنهايم ماسك 4 سنة في هوفنهايم وماسك لايفسك في طولة أوروبا هو عنده 36 سنة وماسك بير ميونيخ بقى له سنتين إحنا هنا المدرب لازم يمسك عنده 70 سنة وتمانين سنة عشان يقولك أنا مدرب صح للأسف يا عندك حمال